إذن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها عطلت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ودمرت عشرات القطع من الأليات والمعدات العسكرية وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية سيطرت على جزيرة زميني في البحر الأسود وذلك عاقب استلام أو استسلام 82 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية إذن مشاهدين التطورات على الأرض لا تختلف في سرعتها عن التطورات فيما تعلق بردود الأفعال الدولية ما زلنا في انتظار هذا المؤتمر لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في باريس والذي من المنتظر أن يخرج بحزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية والمالية ضد موسكو لمنعها من استخدام الأسواق المالية وأيضا النظر في استخدامها لنظام سويفت كما أيضا من المنتظر يمكن ليس في هذا المؤتمر ولكن في عقوبات أخرى أن تمنع روسيا من استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير صناعاتها